أخلت نيابة محرم بيك بالإسكندرية سبيل هيثم الحريري البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بكفالة ألف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على تقديم رشوة للناخبين في الانتخابات البرلمانية الماضية وخرق الصمت الانتخابي وعقب إخلاء سبيله قال الحريري إن أهل الدائرة والمصريين بشكل عام يعلمون أنه لم ولن يقدم رشوة انتخابية وأن عضوية البرلمان بالنسبة إليه ليست إلا وسيلة لخدمة الوطن مضيفا أن الجميع يعلمون أسماء نواب الكراتين الذين قدموا رشاوة انتخابية تحت سمع وبصر أجهزة الدولة ويعلمون أيضا اسم الحزب الذي ينتمون إليه وتابع أن الهدف قد كان من هذه الاتهامات إسقاط عضويته في حالة نجاحه في الانتخابات ومنعه من الترشح لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى الحبس سنة وتدمير مستقبله السياسي والوظيفي حول هذه الأحداث نرحب عبر خلمسكايب بشريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أستاذ شريف أهلا بك أستاذ شريف مش معنا أستاذ شريف طيب لحد ما يعود إلينا الأستاذ شريف الهلالي واضح نفيه خلط أو خلل في الاتصال الخلط بيحصل في الأمر المتعلق بتوجيه اتهامات لنواب المعارضة أو المرشحين أو يعني أي شخصية سياسية محسوبة على المعارضة دائما بيكون فيه تخوف من فكرة أنه هذا الاتهام الهدف منه ليس تحقيق العدالة خصوصا إن كان اتهام متهم به أصلا نواب حقيقيين وناس موجودين ومعروفين بالاسم والصور والفيديوهات واعترافات حتى شخصية ولا يتم توجيه اتهامات إليهم لكن يتم انتقاء شخص محسوب على المعارضة شخص ليه موقف سياسي وآراء بيصرح بيها ضد بعض الأوضاع ويتم تطبيق القانون عليه فالخوف هنا مش تطبيق القانون لكن الانتقائية في تطبيق القانون الحصانة أو المعارضة لا تعطي حصانة لأحد يكون النائب معارض ولا السياسي معارض ده مش معناه أنه يرتكب أي مخالفة وعيزها للقانون وبأي إجراءات ضده يقول أنا معارض مش دي القصة لا معه أنه الإجراءات أو يعني من يقول أن الإجراءات صحيحة يجب أن يقيس بنفس المقياس ما حدث مع أو من نواب آخرين بالعكس ده عندما قام نائب مثل عبدالعليم داور حمد عبدالعليم داور وفي خبر يخصه أيضا هنقوله بعد شوية وتحدث عن بس لمح أن في بعض النواب دخلوا البرلمان بالكاراتين ومعروف الحزب المنتمين إليه ومعروف كل التفاصيل الخاصة به نكل بالنائب تم إزاحته من حزب الوفد وتم فاصله من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب وتم طرده من القاعة وتحويله لهيئة المكتب فبالتالي إذا كانت هذه الاتهامات حقيقية في حق هثم الحريري أو سين أو صاد فما فيش خلاف أو ما فيش يعني غضادة من أنك تحاسب من ارتكب هذا الجرم بشرط أن تكون المزورة والمقياس واحد أمام الجميع لكن هناك منظمات حقوقية هناك المجلس القوامي حتى لحول إنسان تحدث عن بعض الرشاوة الانتخابية في صور وفيديوهات في نواب معروفين بالاسم استخدمه الرشاوة الانتخابية ودخل البرلمان وموجودين في البرلمان بدون أي مشاكل لكن يتم انتقاء شخص واحد ويتم توجيه إليه التهمة اللي هي المفروض أنها موجهة لعدد كبير جدا 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 من الموجودين في البرلمان حاليا ده اللي بيدي بقى الشكوك مش رفض المعارضة المبدئي من توجيه الاتهام لأحد أفرادها لكن التخوف المنطقي والبديهي والإنساني يعني جدا من أن القانون يتم استخدامه فقط لتصفية الحسابات مع المعارض زي ما بالضبط هنتكلم في موضوع عبدالعليم داود زي ما هنتكلم في بعض الناس اللي بيتم توجيه الاتهامات إليهم وحبسوهم حتى بالاتهامات أو بلائحة الاتهامات موجودة عند ناس كتير لكن بيتم انتقاء فقط الشخص اللي يعني ليه رأي مختلف أو ليه رأي معارضة دا اللي بيخلي فيه دايما تخوف من هذا الموضوع وشك في نواياه عموما كنا بنحاول نعيد الاتصال بالقساء الشريف الهلال اللي كان واضح نفيه خلال في الاتصال بدنا نعتذر عنه لكم والقساء الشريف وإن شاء الله نعيد الاتصال به لاحقا في موضوعات أخرى